ازدل الستار على الولاية التدريبية الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك بعدما تم فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي في ظل سوء النتائج الفترة الماضية سواء محليا أو قاريا واتفق المدرب الفرنسي مع إدارة الزمالك على تخفيض الشرط الجزائي المنصوص عليه في التعاقد والبالغ شهرين من قيمة راتبه إلى شهر واحد لتنتهي بذلك رسميا الولاية الثانية للديك الفرنسي مع الفارس الأبيض وقاد كارتيرون الزمالك مرتين المرة الأولى في الفترة من ديسمبر 2019 وحتى سبتمبر 2020 وفز خلالها بكأس السوبر المصري وكأس السوبر الإفريقي قبل أن يعود في مارس الماضي ويتولى المسئولية خلفا للبرتغالي جيمي باتشيكو ويقود الفارس الأبيض للفوز بدرع الدوري للمرة الثالثة عشر في تاريخه رحيل كارتيرون فتح الباب أمام الزمالك للتعاقد مع مدير فني أجنبي فهل سيتم التعاقد مع مدرب سبق له العمل في مصر مثل ما تشير الترشيحات أم سنرى مدربا جديدا على الكرة المصرية؟ هذا ما ستكشف عنه الساعات المقبلة